من المواقف والطرائف الجديدة أن الرئيس الجزائري أصدر تصريح غريب جدا أن المغرب يسعى إلى إحباط المنتخب الجزائري وجمال بالماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري عشان ما يؤدوش بشكل كويس في كأس العالم المغرب برضو ده أول تصريح عجيب وغريب شيء الثاني بقى أنه الأسئلة التي يحدثني من بعض الجزائري أنت لماذا تكره الجزائري هو لماذاا أحب المغرب أبا يكره الجزائري لماذا لما دافع عن المغرب أبا يكره الجزائري ده شيء غريب يبقى ده مرضى عندك أنت ي ecosystems أن تقول أن أيحد يحب المغرب بي يكره الجزائري ده مرضى عندك ليس معدنا ودينا لم يؤدون أنه التعاصف إعلان أن حتوق نحب المغرب ل этом يكرهك انت بقى شايف انك انت حاجة عدو للمغرب فدي حاجة بقى ترجعلك انما انا ما جبتش سيرتك ولا قرت ان انا بكرهك ولا بحبك انا راجل بحب المغرب وده من حقك كامل دي نقطة تانية ونقطة التالتة اخدوا بالكم من بعض التصريحات الغريبة في التعليقات بتكتب انه مصر بتتعاون مع شان قرية حدد المغرب وكلام غريب كده يعني جايبينه من مصادر جزائرية هم او جزائرين اللي بيكتبوا لانه الكلام ده غير صحيب المرة وحتى لو تبون زار مصر هو ده مش معناه انه مصر هتتعاون مع تبون ضد المغرب ده زيارات دبلوماسية بتحصل في ايه حتى في العالم ففي بعض التعليقات كده خبيثة وانا فهم سببها والهدف منها ايه بتجيلي على الفيسبوك كتير واحيانا هنا فاخدوا بالكم من التعليقات دي بشكركم جدا جدا واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم